اهلا بكم في الحلقة الثانية في وضع اسم للفيديو وهنشرح معانا صندوق الوصف قلنا اسم الفيديو شرحناه في الحلقة اللي فاتت تعالوا نتكلم عن صندوق الوصف صندوق الوصف لما بندخل اليوتيوب وهناخد اول فيديو هو مقترح عندي اللي هو ده اعيني اول حاجة بتقع على حلويات سهلة وسريعة التحضير بدون فرن كما في الروع لو دخلنا عليها اوحاتت عنده اعلانات طبعا ان اكيد القناة دي مفعلة بالفعل يعني ده العنوان لكن في مسلسنا لو ضغطت عليه هلاقي فيه وصف حلويات سهلة وسريعة هو ده اللي يهمني صندوق الوصف يا جماعة صندوق الوصف صندوق الوصف ده فايدته انه بيسهل ويساعد الجمهور اللي داخل يتفرج انه يوصلك هو بيساعده في كده علشان كده لازم تكتب فيه معلومات مناسبة تشرح انت مين لازم تكتب فيه كلمة رئيسية علشان لما يجي تطلب بحس في اليوتيوب انت تطلع بمعنى هنكتب مثال التوست السهل لما كتبنا التوست السهل وعرفنا انه تطلع في الاول هنا كده ده الاسم اللي انا بدور عليه ده الشيء اللي انا بدور عليه اللي هو حاجة سهلة توست سهل لما باجي ادخل عند صندوق الوصف وقلتلكم انه مهم جدا بلاقي كتب التاريخ اسهل توست الكلمة اللي انا فعلا دورت عليها وانا حاطت هنا طريقة عمل بسكويتس الشاي بالبيت وحاطت رابط الفيديو ثاني لو ضغطت على الرابط هينقلني برضو القناتي بقى انا بعمل دعاية من قناتي القناتي بقديم بالكم دي فايدالية لان ممكن يكون فيه مشاهد داخل يتفرج عاوز المأدير ممكن اكتب في صندوق الوصف المأدير فانا قلت استغلي حيث ان هتحصل ضغطة هنا ان انا اكتب دعاية القناتي تمام ده شيء مهم صندوق الوصف انا لازم اكتب كلمة رئيسية في البداية انا كتبت التوست السهل الكلمة دي هي اللي بتوصف الفيديو كله طريقة عمل التوست ويكون سهل بدل مكتب سطر كتبت كلمتين يبقى لازم تختار صندوق الوصف تكتب فيه كلمة بحيث لما اكتب بحث في اليوتيوب اللي انت عايزه هو اللي اطلع على طول دي نمرة واحد ان انا اوصل للكلمة دي انا دخلت على الكلمات الرئيسية في اليوتيوب اللي بيكترح اليوتيوب للاعلانات ودخلت على مؤشرات جوجل عشان اشوف مين الكلمة اللي كتعاملة ترند جامد في الوقت ده قبل ما اكتب كده انا لازم ادرس يا جماعة مش ان انت تكتب عنوان وتمشي لا لازم تدرس السوق دلوقتي في ايه انا كاتب التوست مرحش ادور على محمد صلاح لا اكمل في موضوع التوست اول مع الجنات اللي هو الوصف بيحتوي على الفيديو فعلا ماجيبش كلام واجدب على الناس وقول لهم تعالوا شوفوا اهدف محمد صلاح حصرية الناس هتدخل هيلقوا طبعا انت بتتكلم في موال تاني خالص موال خبز وموال توست فيقول لك دي قناة منافقة اقل حاجة يعمل لك ان انديك ان لايك يعمل ابلاغ انت كده بتضر نفسك الكتب مش كويس هتعمل بحث عن هدفك بحيث ان الناس توصل لك شوف الناس كانوا بتدور على ايه في الوقت ده وتشتغل على كده نرجع لصندوق الوصف يا جماعة احنا قلنا في الاول انت لما ضغطت على الفيديو لما ضغطنا على الفيديو من هنا اول حاجة عنويت عليها العنوان يبقى دي اول ضغطة اول ضغطة العنوان تاني ضغطة انا عملتها اللي هي صندوق الوصف ده لازم استفاد منه ده مكان يعني اليوتيوب وضعهولي ان انا اعمل دعاية القناتي ممكن نكتب ايه ممكن نكتب معلومات عني ممكن نكتب موقعي على الفيس ممكن نكتب الايميل ممكن نكتب قيمة تشغيل ممكن نعمل تسويق لمنتج معين ممكن نعمل هاشتاج حاجات كتير لكن حاول ان تجعل الناس ماتتهش معي مثلا سنكتب الفيس و اكتب الانستجرام و اكتب الانستجرام فانا هكتب له وهو حر بس المهم ان اوصفت له طريق يمشي فيه بحيث ان يوصل لقناتي او يوصل لصفحاتي فيه ناس ما بتستخدمش صندوق الوصف تعالوا مثلا نشوف الفيديو اللي كنا فيه الاول مثلا فيديو زي ده خبز التوست المنزل السهل نشوف سندوق الوصف هو كاتب ايه اه كاتب زروني على الفيسبوك وهنا فيه مشكلة كبيرة لازم تلاحظوها ركزوا معي بقى في اللي هقوله كويس صاحب القناة دي مطبخ سلسبيل قال زروني على الفيسبوك و كتب سلسبيل و كتب فيسبوك انا لو ضغطت على الكلمة مفيش اي حاجة هتحصل يا جماعة اي ضغط على الكلمة مفيش اي حاجة بتحصل ده غلط غلط اصلا انا مش هقود انقل مش هاخد كوب وبست و مش هقود هتملة تعالوا بقى ارجعوا ارجعوا للفيديو بتاعنا التوست السهل اللي انا عامله لما بندخل على صندوق الوصف ركزوا معي الخط تزرق الخط تزرق معناه رابط رابط سهل جدا انا هدوس كده هواية تنقل على طول صفحة تاني فاهمين يعني لازم لازم ان الفيديو بتاعك اما تيجي تكتب صندوق الوصف اكتب حاجة توصل الناس ليجي بسرعة مش انها توقفهم عند نقطة ان هو مش هارف يتصرف معك ازاي طب انا مثلا دخلت سلسبيل اهو بره اهو دخلت وعجبني عاوز اشترك عندهم في القناة بتاعتهم اللي على الفيس طب ازاي ازاي مش هعطيني مجال ان انا اضغط يعني انت لو تشوفوا ايدي انا اعملت حرك على الشاشة عشان اضغط على حاجة مفيش لازم نستخدم رابط صحيح لازم الرابط اللي انا باستخدمه يكون رابط صحيح مش اكتب كلمة وخلاص كده حتى الانستجرام مفيش يعني طب ازاي انا مش فاضي ان انا اكتب لك لا اكتب لي رابط صحيح طيب تعالوا نشوف فيديو اه فيديو تاني او قناة تاني اللي في الاول مثلا اول واحد نشوف فرق الناس عن بعضها سندوق الوصف عنده نفس الحكاية اتمنى وصفاتي تعجبكم طيب فيديو تاني ما عليش اسف للاطالة بس لازم عشان بس نستفيد اه كاتب هنا مقادير مقادير كاتب مقادير وطريق التحضير وكاتب هاشتاج وصفات بصو برافو علي برضو وصلنا لايه لقناة نفس الشيء هو ده الهدف هو ده الهدف ان انا انت توديني عندك صح مش تكتب وتمشي لازم نفهم احنا بنتعامل مع مين لازم ان المشاهد ده نتعامل معه بهدوء ونعرف ان هو ما عندوش وقت يضيعه ان هو ياخد ويكتب وينسخوا الحاجات دي نكمل كلامنا صندوق الوصف قولنا احنا بنتكلم فيه ونكتب ايه وعرفنا ان احنا بنتكتب في اي حاجة احنا عاوزينها هاشتاج موقعنا مكاننا نصيحة المكان الوصف ده فيه ناس بتدخل تشوف اللي هم المعلنين اللي يحط عندك اعلان انا لو ببيع مثلا اعجانة هدخل اشوف مين اللي كاتب مثلا ايه عجين في الوصف علشان هو ده اللي ينفع ان انا حط عنده الاعلان بتاعي الناس دي بيترقبكم وشايفاكم حطوا الوصف الصح استغلوه واستغلوه بحرفنا حطوا اعلان يشد الناس بحيث ان اول ضغطة اول نظرة لقناتك او لاعلانك او لاسم الفيديو عندك يجذب المشاهد ان يضغط اول ضغطة دي يا جماعة معنا انت خدت مشاهدة محتواك نفس العنوان اللي انا بدور عليه هدخل وهكمل مشاهدة للاخر ولو عجبني هكتب لك تعليق ما عجبنيش برضو هكتب لك تعليق ياريت تعدل كذا او كذا او كذا كده انت بتستفاد كده اليوتيوب بيشوفك بيقول اه ده في تفاعل فعلا العنوان الخارجي جابك للمحتوى خليك تتفرج لو اعدت فيديو 10 دقايق لو اعدت دقائتين اليوتيوب ممكن يحط فيهم اعلانين لكن لو اعدت 10 دقايق اليوتيوب يحط 10 اعلانات هي دي الفايدة اللي هو بيظهر عليها ناس تقعد وتتفرج مش ناس تخش تلاقي عنوان غير المحتوى تاخد بعضيها وتمشي ارجو انكم تكونوا استفادتم واسف للاطالة وان شاء الله الفيديو الجاي هشوف ازاي اخلي قناتي تحقق اعلى نسبة من التفاعل وايه الخطوات اللي هعملها ان انا ممكن امنتج الفيديو بتاعي على القناة ونشرح مع بعض علامة الدولار ونشوف القناة بتتفعل ازاي واهم شيء ماذا بعد التفعيل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته